اهلا بكم في مرايا الدنيا غير كل شي يتغير سودان دولة السودان صار سودان سودانين الكرد كرد العراق الذين حموا مدنهم وجبالهم من الفوضى التي حدثت في العراق داعش والحشد والقاعدة والصحوات والغفوات اشتعل لديهم الحلم القديم المتجدد دولة كردستان حتى نفهم قليلا جذور الهب الكردية الحالية اللي نشوفها في الأخبار واستفتاء وما استفتاء وناس معه وناس ضد علينا العودة قليلا للخلف القرن الماضي مش الخلف يعني بس القرن الماضي وأول على وجه الخصوص يعني من 1900 وطالع وهذا العصر هو كان عصر قيام الفكرة القومية الدول القومية والفكرة القومية طبعا هذا الفكر مستورد من الوضع الأوروبي الأكراد كانوا من ضمن تلك الموجة متذكر على سبيل المثال جمهورية مهابات اللي تعسست في أقصى شمال غرب إيران حول مدينة مهابات وكانت عصمتها وكانت هذه يفترض أنها تكون أول دولة كردية حقيقية لكنها كانت دولة قصيرة العمر وكانت مدعومة طبعا بوقتها من الاتحاد السوفيتي وانشئت 1946 ولم تدم أكثر من 11 شهر وقضى عليها الشاه قبل ذلك بقليل كانت حركة الزعيم الكردي الشهير محمود الحفيد وهو قد توف في عام 1956 حركة الحفيد كانت تسعى للاستقلال بالكرد كرد العراق طبعا مش كرد إيران بالاتفاق مع الإنجليز تارة وبالثورة على الإنجليز تارة أخرى طالب بإنشاء دولة كردية في منطقة كردستان تمتد من زاخو وحتى خانقين طبعا لدينا حركة كردية أخرى الحركة الكردية الأخرى هذه لها امتداد الآن عائلي اللي هي حركة أحمد برزاني وهو الأخ الأكبر للملة مصطفى برزاني والملة مصطفى برزاني هو والد الزعيم الحالي مسعود برزاني الذي يطالب بالاستقلال التام وهذا الرجل أحمد برزاني في عام 1931 رفع طلبا إلى عصبة الأمم المتحدة حول منح الأكراد الحكم الذاتي طيب لماذا صار تحقيق الحلم الكردي صعبا يعني ليش كل القوميات عملت لها دول باستثناء الكرد والسؤال أصلا هل كل زعامات الكرد متفقة على هذا المطلب أصلا لدينا جلال طلباني أو مام جلال وهو القطب الكردي الآخر لكرد العراق لديه وجهة نظر مختلفة ربما هو وحزبه ومن معه فلقاء أجرات مع البي بي سي تلفزيون هيئة لذاع البريطانية كان هذا في أبريل 2006 قال جلال طلباني أن فكرة انفصال أكراد العراق عن جمهورية العراق أمر غير وارد وممكن غير منطقي وغير مقدر له البقاء على كل حال يقدر عدد الكرد بالمنطقة كل المنطقة يعني عراق وسوريا وإيران وتركيا غير محتف الأرمينيا حوالي 28 مليون نسمة على النحو التالي هذا طبعا أحساب معمول في عام 2002 يعني ما هتفرق كثير يعني تركيا طبعا العدد الأكبر 15 مليون كردي العراق 6 مليون إيران 5 مليون سوريا مليون واحد أذربيجان وأرمينيا مليون واحد أيضا هل الحدود الحالية لحدود الدول هذه اللي عرفناها من حوالي قرن أو أقل أو أزيد بقليل غير قابل للتغيير حتى في الغرب يعني إحنا نشوف ونتابع في الأخبار سعي إسكتلندا للانفصال وتكوين كيان مستقل وأقليم كاتلونيا للانفصال أيضا في إسبانيا من خلال استفتاءات شعبية تعمل شد وجذب وتعمل كلام كبير لكن ليش ما تصير حروب أهلية عندهم وتصير عندنا حروب أهلية يبدو أن الفرق كما لمح الكاتب اللبناني إيادة بو شقرة أن تلك المطامح الأوروبية اللي هم الكاتلونيين أو الإسكتلنديين لا تشعل حروبا أهلية يمكن لأن الوضع الدستوري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي هناك متين وصل على كل حال الغرب في النسبة لمنطقتنا مهموم فقط ما عنده لقصة واحدة حاربوا داعش وليس لديه يبدو وقت للحلم الكردي وطهران وأنقرة وبغداد في حالة رفض شرس لهذا الحلم الكردي لكن الحق قال أن النموذج الذي حكم العراق الجديد ما بعد صدام خاصة مرحلة العظيم نوري المالكي كانت يبدو أنه مغرية للكثيرين منهم الكرد بالبعد والتناعي حلم كردي قديم متجدد مقيم بعد غياب طال عامين عقد برلمان كردستان العراق جلسة صوت فيها على إجراء استفتاء انفصال الإقليم في موعده المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الجلسة قاطعها نواب المعارضة الذين يرفضون توقيت الاستفتاء بسبب ما يمر به إقليم كردستان العراق من أزمة سياسية ومالية ويرى حزب التغيير المعارض أن الإقليم ليس مهيئا لإجراء مصيري كهذا ورغم الجهود الدولية والإقليمية لإقناع القيادة الكردية العراقية بتأجيل الاستفتاء صوت المجلس بأغلبية 65 نائبا من أصل 68 حضروا الجلسة على إجرائه بموعده سلطات إقليم كردستان اعترضت أيضا تصويت البرلمان العراقي في بغداد على رفض الاستفتاء مؤكدة أن السلطة المركزية لا تملك حق الرفض الكرد من خلال الزعيم زعيم الاستقلال مسعود برزاني يقولون أنه لو كان المثال السياسي في بغداد بغداد ما بعد صدام حسين صحيح مغري ومنتزم بالدستور لبقينا هناك ولكن الدستور انتهك هذا ما يقوله الأكراد ويقوله مسعود برزاني وأناك من يقول من طرف بغداد أن الاستفتاء الانفرادي بحد ذاته بحد ذاته انتهاك للدستور لكن الأكيد أن الدستور الجديد كان دوما عرضا للانتهاك وممكن أبرز انتهاك له مثل ما لاحظ الكاتب العراقي عدنان حسين هو اعتماد نظام المحاصص الطائفية والقومية وهذا النظام كان من المفترض الإقلاع عنه بعد الدورة البرلمانية الأولى المنتهية في 2010 على كل حال ما هو رأي بغداد وحكومتها أصل الاستفتاء احنا اعتبرناه غير دستوري هذا موقف الحكومة العراقية غير دستوري هذه شراكة في وطن ولا يوجد في العالم حصل انفصال أو شيء من هالقبيل إلا بتوافق وطني في نقطة ثانية مهمة نقول إقليم كردستان العراق لكن من المهمة الإشارة أن هذا الإقليم ليس كله من الكرد وإن كانوا الغالبية هناك مكونات أخرى أبرزها العشائر العربية مع بدء العد التنازل لموعد الاستفتاء الذي يجريه إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تدل العشائر العربية التي تقطن ضمن جغرافية كردستان بدلويها معلنة موقفها حيال المشاركة من عدمها فعشائر شمرت تقطن بلدة ربيع الحدودية مع سوريا وتقع تحت الحماية الكردية قالت إنها تحتكم إلى الدستور العراقي رافضة ضمنا المشاركة في الاستفتاء أما عشائر الليهاب العربية المنتشرة جنوب أربيل فأعلنت أنها مؤيدة للاستفتاء معتبرة أن الأمن الذي ينعمون به في إقليم كردستان لم يجدوه في بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية حسب قولهم طيب ماذا يقول عراب الاستقلال الكردي؟ هو القرار الصحيح والقرار المناسب وهو حق مشروع لشعب كردستان لكننا حاولنا أن نعطي الفرصة أو الوقت الكافي لكل الأطراف لكي نبني شراكة حقيقية في بغداد لكن مع الأسف الشديد فشلنا في بناء الشراكة لذلك اضطررنا تالي لاتخاذ هذا القرار يمكن لازم نقترب شوي للمشاعر الآخرين عشان تفهمها فكيف يرى الكرد حلمهم وكيف يتغنون فيه؟ ترجمة نانسي قنقر ما يجري بصرف النظر عن أنك متعاطف أو ضد أو مع الحلم الكردي يشير لقصة أخرى يشير لعجز النظام السياسي الحالي عن خلق نموذج مغري للبقاء أقله إلى هذه اللحظة خاصة في الجمهوريات التي كانت يوما ما تصرخ بأغاني الوحدة والاتحاد والقوة وأنا المشهد نراه الآن كما ترون العاقل من تأمل في مصائر الأمم والشعوب من مأثورات الأمثال عن هذا الشعب الأبي ليس للكرد صديق إلا الجبال إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة